موسيقى واخرص فشفاه حتى ان الاعمى الاخرص تكلمه وابصره فبهت كل الجموع وقالوا العلى هذا هو ابن الله ابن ذاود اما الفلسيون فلما سمعوا قالوا هذا لا يخرج الشياطين الا بابعلى زبور رئيس الشياطين فعلم يسوع افقارهم وقال لهم كل مملكة منقسم على ذاتها تقرب وكل مدينة او بيت منقسم على ذاته لا يثبت فان كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته وان قلت انا بابعلى زبور اخرج الشياطين فابنائكم بمن يخرجون لذلك هم يكونون قضاةكم ولكن ان قلت انا بروح الله اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت الله اما كيف يستطيع احد ان يأخذ يدقو البيت القوي وينهب امتعته ان لم يربط القوي اولا وحين اذن ينهب بيته من ليس معي فهو عليه ومن لا يجمع معي فهو يفرق لذلك اقول لكم كل خطية وتجريف يغفر للناس اما التجريف على الروح القدس فلن يغفر للناس ومن قال كلمة على ابن الانسان يغفر له واما من قال على الروح القدس فلن يغفر له في هذا العالم ولا في الاتي اجعلوا الشجر جيدة وثمرها جيدا او اجعلوا الشجر رضية وثمرها رضيا لان من الثمر تعرف الشجرة يا اولاد الافاعي كيف تقدرون ان تتكلموا بالصالحات وانتم اشرار فانه من فضة القلب يتكلم الفم الانسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات والانسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور ولكن اقول لكم ان كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطونها عنها حسابا يوم الدين لانك بكلامك تتبرر بكلامك تدان والمجد لله دائما ابديا امين انجيل هذا الصباح ايها الاحباء اذا يكلمني ربنا يسوع المسيح المعجزة ومهمة جدا يقول حينئذ احضر اليه مجنون اعمى اخرص فشفاه مجنون اعمى اخرص فشفاه كلمة فشفاه جعل منه انسان عاقل مبصر متكلم من هو المجنون المجنون احبائي هو كل انسان لا يقدر العواقب غير حكيم في تصرفاته انسان لا عقل له فين الابدية في حياته بالتالفة ومجغول بالعالم انسان مجنون مجغول بالعالم والارضيات في حين ان الكتاب يقول لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم طعن نفسه بأوجاع كثيرة المال هدفه المكيفات هدفه وسائل الاعلام غير المقبولة هدفه يقعد يقضي ساعة واثنين وثلاثة قدام اي منظر او مناظر غير مقبولة فهي برضه يضيع من وقته ولا يفكر فيه انه يصلي او يتضرع الى الله هو عامل زي التلميذ النايم اللي يعطون السنة يلعب وما ينامشي وما يذاكرش ويخلش دلوس وفي الاخر الامتحان جاي جاي فليقدر هذا الامتحان اللي هو في الدم مريك الملوك يا رب الارباب يعطي حسابه لم يضبط شفتيه يكلم في اي وقت ويفتح كلامه في اي وقت واذا طبعا غير مقبول بالصالح او بغير الصالح لكنه لم يضبط شفتيه لا علاقة لهم عن رب لا صلاة ولا صوم ولا عطاء ولا كتاب مقدس في حيننا العاقل يقول كده الذي يسمع ويعمل بكلام الذي يكلمش به رجل عاقل بنى بيته على الصخر الإنسان العاقل هو الابن بيته على الصخر يسمع كلام الله دي قالها ختمها وربنا يسوع المسيح في التعليم اللي قالها في إصحاح خمسة وستة وسبعة من إنجيل معلمنا متى لما بدأها بطول مساكين قاله شاب الإنسان العاقل انه وانا بيته على الصخر على صخرة الإيمان وصخرة ربنا ده إنسان مجنون طيب يقول لك وأعمى أعمى مش شايف فهو بالتالي يضل الطريق وما يعرفش خطورة الخطيئة أن يفعل الخطيئة فهو عبد الخطيئة باصة للخشبة في عين أخوه في الخشبة التي لا ينظر إلى الخشبة التي في عينه بل ينظر إلى القزة الذي في عين أخيه السماء وجمالها وتسبيحه للسماء مش موجود إنسان أعمى مش شايف السماء مش شايف الأبدية مش شايف الملكوت مش شايف الشهد الذين يحملون عذاباتهم ولا شايف الصدقين الذين يحملون فضائلهم وما وصل لحد مش عادي ليوصل للسماء لأنه إنسان أعمى مش شايف الشهداء الذين احتملوا من أجل البر واحتملوا العذابات والألام من أجل المسيح إنسان مش شايف أعمى برضك مش شايف أن العالم يزول كل شهوته والذي يصنع إرادة الله يزبطها إلى الأبد كل هذه الأحداث قد يقدمنا الله كثيرا لكنه مش شايف هذه الأحداث مش شايف هذه الأحداث التي تمر بالإنسان من زلازل ومن أوبئة ومن مجعات مش شايف الكلام ده كله عشان يعمل حسابه هو شايف الأرض اللي تحت رجليه بس كمان وقع فيه حاجة تانية إنه أخرص إيه الأخرص ده الأخرص ده مش عارف يتكلم مش عارف يتكلم يتكلم في كل حاجة لكن ما يسبحش ربنا ما يصليش أخرص يتكلم في أمور العالم لكن ما يتكلمش مع ربنا ويقول صلوا كل حين ولا تملوا ما يصليش ولا عاوز يصوم أخرص يتكلم في أمور كثيرة داود النبي يقول لا تكون أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب يا صخرتي وفي نموس الرب يلهج نهارا وليلا وإن كان أحد يتكلم فقع أقوال الله لكن هذا الإنسان الأخرص ليس له علاقة شفتيه مأفولين مش عارف يسبح ولا يمجد يقول له فيه تسبحة في الكريسة مش عاوزيك يقول له فيه صلاة في الكريسة مش عاوزيك ولي عندك كتاب مقدس مش عاوزيك يتكلم معاه ولا يتحدث مع الله أحضروه للسيد المسيح الطبيب الشافي زي ما قالت المعجزة بيقول حين إذن أحضره مجنون أعمى وأخرص فشفاه مين اللي شفاه ربنا يسوع المسيح اللي يزيل تجي إلى الله وينظر إلى ربنا يسوع المسيح يشفيه من كل أبراد أنا ساعات أقول أن الدكتور فلان يعرف في علم في طب مثلا رمض في طب الأمراض الباطنية في القلب ونقول ده شاطر جدا وده حلو قويس قويس كل هذه الأمور لكن لما نيجي نقول مين هو الطبيب الشافي أقول ربنا يسوع المسيح هو الطبيب الشافي ربنا يسوع المسيح ضابط الكل له سلطان على كل الأمراض له سلطان في كل حي على أمراض شاف كل واحد بلبسه بكلمة فتح أعين العميان الصم يسمعون والبخورس يتكلمون والعرج يمشون والشل يصحون والبرس والشل يصحون والمفلوجون يقومون والمجانين يصحون إبا ده الطبيب الشافي سلطان ربنا يسوع المسيح فشفاه هو ده الدكتور الكبير ده الدكتور المعالج ده الدكتور الذي يعفحص كل خبايا الإنسان وهو ده اللي سلطانه شفنا سلطانه على الموت لأنه رب الحياة قام لعاصر من الموت وهب الحياة للذين في القبور ابنة ييروس ابنة أرمالة ناين بكلمة واحدة أم أيها البيت فقام وتروح لمين مين اللي هحلي لك مشاكلك مين اللي هشفيك فشفاه ده كلمة كبيرة قوي وكلمة عظيمة جدا لما ننظر إليه حين إذن أحضر إليه مجنون أعمى وأخرص فشفاه ربنا هو الشافي سلطانه على الطبيعة اسقط أيها البحر يسقط اسقط أيها رياحة اسقط اسقط يا شوف الإنسان اللي خايف يقوله لا تخف أنا معك أيها لما تصرب المسيح تضمت الشمس والأرض تزلزلت والسخور تشققت والقبور تفتحت تقولي أروح لمين أروح لبتاع واحد يحلي لي مشاكلي لا لا أحليك مشاكلك التجاءك إلى الرب يسوع هنا فشفاه كلمة كبيرة لازم نتعلم ونحفظها سلطانه على المادة في القيامة دخل والأبواب مغلق على التلاميذ وقال لهم سلام لكم كنت خايفين ومرتعبين من اليهود لهم ما دخلوا الأبواب مغلق سلطانه على المادة سلطانه على الشياطين الشياطين تخرج وهي تسرخ أنت هو المسيح ابن الله الحي وقالت تخرج الشياطين وتقوله أنت هو المسيح حتى الشياطين فشفاه دي كلمة كبيرة وحين إذن أحضره حين إذن أحضره له جابوه عشان خاطر المسيح يشفيه هو القادر أن يحاول شاول التوصوص إلى بولص الرسول الكارث العملاق الذي كان منطهدا للمسيحية لكن حاوله قادر أو ليش قادر ويستطيع أن يشفي كل الأمراض اللي مشفهاش هذا المجنون لما لهوش عقل وهذه الأعمال اللي مش قادر يبصر لكن ربنا يشفيه ومن موسى الأسود حوله إلى القوي في التوبة القديس العظيم موسى الأسود الذي يزهر لحد الدين هناك ونقض براقته من اللي عمل كده معاه رب المجد يسوع فشفاه هو القادر أن يشبع الجموع الجموع من خمس خبزات وسمكتين هو القادر أن يشفي أنت علاقتك يتقول للدكتور فلان هو اللي حلو الدكتور فلان هو الكويس أهلا وسهلا لكن الشاف العظيم والملتجي إليه الإنسان ربنا يستطيع أن يشفيه حتى إن كان أعمى أو إن كان أخرص أو إن كان مجنونا الله لا يصب عليه أمر يا حبائي كل شيء مستطاع عند الله فور القادر أن يرد عقل المجنون ليعرف أبديته أن يفتح عينين الأعمى ليشوف الأمر السماء ومجدهة الذي يستطيع أن يفق عقدة اللسان فيرفع قلبه بالصلاة شفاه والرب القادر على كل شيء أن يقول للبحر إبقى ويسقط أنا هو لا تخاف البواعيد بتاعته والوعود بتاعته وصاحب الوعود الإلهية عمّنه إلي الذي تفسيره الله معنا الله معنا يا حبائي إلى من نلتجئ هل نلتجئ إلى العالم؟ طبعا العالم يزول وكل شهوته والذي يصعي راضة الله نلتجئ إلى مين؟ مين يحلل المشاكلي؟ فين الصلاة؟ فين التزبيح؟ نحن نرد أبوان معجزة كبيرة جدا يقول كده ربنا مجنون أعمى أخرص فشفاه لا يصعب عليك يا رب شيء تحول المجنون الأعمى الأخرص إلى عاقل مبصر متكلم هنا يا حبائي أريد أن لا يفوتني أمر مهم جدا حينئذ أحضر إليه مجنون أعمى أخرص أحضر يعني إيه؟ يعني الناس جابته عند ربنا يسوع المسيح الشافي إلى من نلتجئ وكلام الحياة الأبدية وعنده أحضر جابوا الناس أيها الأباء والأمهات والخدام والمعلمين والذين يعملون في قرب الرب هاتوا المرضى إلى المسيح له المجد في كنيسته في كتاب المقدس بالافتقاد وبالرعاية حضرة جابوه هذا العمل اللي يعملوه حينئذ أحضرها أحضرها يعني تجيب تجيب البعيد تجيب القريب تجيب المتخلف تجيب المجنون تجيب الأعمى تجيب اللي مش شايف اللي مش عاف يتكلم وتجيبه الأباء والأمهات والكنيسة والخدام والخدامات تسؤولين عن هذا الأمر حينئذ أحضر إليه مجنون أعمى وأخرس هو قادر أن يشفي من أبرادهم زي الأربعة اللي حملوا هذا المفلوق عشان يجيبه الله يا حبائي هو الذي يشفي كل أمراض حياتنا والروحنا نقول كده يا معين من ليس له معين ورجاء من ليس الرجاء نصلي أشيط البرضى ونقول كده الذين ما فيش حد يسأل عنهم أنت يا رب اللي تسأل عنه وتتعاهدهم بخلاصك من أجل هذا يا حبائي هذه المعجزة لا تفوت أنا أن يقول لنا هذا الرجاء رجاءنا في المسيح قوي رجاءنا في التلامس مع ربنا يسوع المسيح مسؤوليتنا عمام الله أن نحضر هؤلاء العمي اللي مش شافين أبديتهم المجنين الذين لا يفكرون في أبديتهم ولا الأخرس اللي مش عارف يسبح الله ويمجد الله في كرسة وفي إسياق هذا الموضوع يا حباء تكلم الرب يسوع لما قالوا له أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعلى الزبول رئيس الشياطين فعلم يسوع أفقارهم وقال لهم كل مملكة منقسم على ذاتها تخرب وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يزبط هنا أحبائي يتكلم الرب يسوع المسيح لما قالوا له إن كنت ببعلى الزبول تخرج الشياطين وقال مسيح ربنا له المجد يقول لك فعلم أفقارهم وقال لهم إنه مش هنقول إن الشيطان ينقسم على ذاته لكن أنا أقول لكم كل مملكة منقسم على ذاتها تخرب وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يزبط هنا نتعلم تماماً كأسرة مسيحية كيف نحي الفضائل المسيحية وأنا مش عارف أقول يعني لما يقول ربنا يسوع المسيح كل بيت منقسم على ذاته يخرب وهذا ما نرى في الأسرة أحياناً يتدخل الشيطان ويقبر المسائل عند الزوج ويقبر المسائل عند الزوجة وبعدين في آخر النهار يعودوا يتكلمهم ويرفعوا صوتهم ويتعالوا وبعدين يقعوا في مشاكل كثيرة لذلك يا حبائي كل بيت منقسم على ذاته يخرب البيت اللي منقسم البيت اللي ما فوهوش محبة المحبة تبني المحبة لا تتفاخر المحبة لا تنتفق المحبة تحتمل كل شيء ده زوج وزوجة الزوج استلمت الزوجة من قدام باب الهيكل من عند الرب والزوجة استلمت الزوج من عند الرب وفتحنا باب الهيكل وقلنا مباركة عريس وعروسة وطلعوا جسد واحد يبقى فين المحبة اللي بينكم فين التنازل فين الصلاة فين المحبة اللي هي تحتمل كل شيء تطولوا بالكم يا حبائي في البيوت احتملوا بعضاكم بعضا فين التسامح معلش سامحني إن كنت غلط فيك سامحين لو كنت غلط فيك ممكن نتسامح وممكن نقدر مسؤولية بعض واقول ايوه هي بتتعب واقول هو ايضا بيتعب ومجرىش حاجة ده يمكن بس كان زعلان يمكن كان متضايق يمكن كان ويبقى فيه تسامح وانحنا بنعمل الإكليل لا ده فيه تواضع اللي تقول عليه حضرتك اللي تقول عليه حضرتك ويبقى فيه تواضع وتسامح ومحبة ايضا فيه خضوع فيه خضوع خضوع مهم جدا زي ما قال السيد مسيح كل مملكة منقصب على ذات تخرب نعرف النتيجة وكل بيت او مدينة او بيت منقصب على ذاته يخرب فخلي بالكوا يا حبائي في سر الزواج ايضا لان المسيح والمجد كلئنا ونبهنا فين الصلاة التلامزة لما كان عندهم مشكلة كانوا يفلوا الباب عليهم ويقعدوا يصلوا والنصالة كانت تطلع فوق السماء وينزل الملكة يحل ابواب السجن ويطلع بولوس وسيلة ويخبطوا على البيت بفضل الصلاة والموجزات التي كانت تتبع في الصلاة علشان يعيشوا مع بعض البيت آمن الخيمة دية احبائي اللي احنا عايشين فيها بنحتمل فيها كل حاجة ما فيش احد يقولي انا انا بطعب والتاني يقولي انا انت متعبش وروعوا تتكلمون فين انت الخضوعوا فين الصلاة تحل المشاكل السلام المطلوب اللي قال ربنا ينسى المسيح سلام اطلق لكم سلام انا اعطيكم يبقى البيت دي حايش في سلام وكل واحد متسابح لاخيه كل واحد نخلي بالنا من هذه الاسباب اللي اذا عليك ما اعملهوش اللي اذا عني ما تعملهوش ونبقى احنا الاتنين محتملين في بيت واحد لان احنا دلوقتي بنشوف مشاكل كثيرة بسبب اللي قاعد عن النت بقالو عشر ساعات ولا خمس ساعات وساعد مراته وتربي العيال او العكس واتبص تلاقي في الاخر دي بالداي وده بالداي والشطان يقبرها في المخم ونقص احنا اعمل الليلة مش عارف ايه عاوزين احنا مش قادرين نحتمل بعض المصاريف واخد بياخد خمس تلاف جنيه ولا اربعة تلاف جنيه يروحوا يصرفوا معنا شوية مخدرات ولا شرب سجاير ولا اي حاجة متعطله ولا يدفع النت ولا يدفع المشافئه ويسيب زوجته وأولاده في حالة من الجوع والعطش التدبير الجميل الحلو والتنصيق الجميع ليس لنا زمة مالية لكن انا درج واحد نصرف انه بتعقل بعد الاختبارات الروحية اللي نستطيع ان نعيش بها عشان المركب لو غير اتها تغنق بالبيت كله والمركب لو عامتها وعومناها بسلام بهدوء هتوصلنا للميناء بخير وسلام نحتاج ان نفكر في هذه الايات الحابيه كل بيت منقاسب على ذاته يخرب مفيش شيطان بيقاسب على اخو الشيطان ربنا يسوع المسيح بيقول لنا فكل بيت منقاسب على ذاته يخبر شفاعة الاندسين شفاعة الاندسين في صلاة يا رب يسوع المسيح بشفاعة ست العادرة شفاعة ماري جيرجس شفاعة ابو السفير شفاعة قديس البابا كرولوس كل هذه الشفاعة والصلاوات تحل المشاكل وتطيب القلوب وتجعل البيت يعيش في هدوء مثلا نرغب ونصلي الى الله ان يجعل هذه البيوت في سلام ومحبة في انجيل وفي صلاوات في عندنا مشكلة نصلي عندنا امر مرض نصلي كل حاجة في البيت تقودنا الى الى ميناء السلام ميناء الخلاص وربنا يتعهد هذا البيت بخلاص ولكن اقول لكم ان كل كلمة بطالة الله يتكلم بها الناس سوف يعطون عنا حسابا يوم الدين لان بكلامك تتبرر وبكلامك تدان الكلام هو وسيلة الاتصال بيننا وبين بعض لكن لازم تحاسب على هذا البنك الكبير اللي طالع منه كما قال فأن الله ميناء نجد أن نتحدث مع أخي أو مع زوجتي أو مع ريبي أو مع أي مجتمع اتكلم بما يمجد الله انا ماشي مع واحد دلوقتي يعني في الرهبنة باتكلم معاه بقوله الكنيسة و احوالها كنا شباب الكنيسة و احوالها و احنا المعلم اعمل كذا و مش عارف مين اعمل كذا و بتاكذا اما الراجل قال لي و احنا ماشيه في الطريق قال لي اما انا امبارح كنت بقرأ في الكتاب المقدس على عذار الحكيمات والعذار الجاهلات وبعدين وقفت عندي كلمة مهمة جدا تأملت فيها فلاقيت يقول كده و اغلق الباب اغلق الباب اغلق الباب يعني الحكيمات دخلوا والجاهلات تتنوه برا والباب اغلق الباب اغلق يبقى فيه ناس دخلت جوه السماء و فيه ناس طلع برا السماء نعمل ايه ايه رأيك ابونا في الاخر ايه رأيك في الكلام كنا شباب خد ده ايه رأيك في كلمتين دول و كان منا بقية المشوار اللي احنا نقول لها راحينه فيه تأملات عن اغلق الباب ده والحقيقة استفدت منه يعني بدرجة كبيرة من هذا الكلام العظيم لما قال لي اغلق الباب فيه ناس دخلت حلوة و ناس قعدت برا احنا مين من أنه و من أنه و ناس الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يوقظ الصلاح الانسان اللي بيصلي ده الانسان اللي بيصوم الانسان اللي بييرزي الكريسه اللي بيسمع اعزاط اللي بيع� sevاشع اللي بيعنيك أسبيح لما ييي يكلمك لك ربنا ياعمل ربنا يخلي ربنا يسامح ربنا يشفي ربنا يكون معاه ربنا يأويه ربنا يساعده و ربنا يبارك في حياته و بيقول طول milksالح ما هو ماشي معاك عمال يتكلم بكلام صالح لكن تقول له مثلا فلان تعمل يقول لك اه ما هو تعبان إنسان شرير ما هو تعبان وارفان ويا ما عمل ويا ما خل طيب ما يبني ترجع لآية بتقول لا تدينوا لكي لا تدانوا لأن كي للذين يتكيلون يكلكم ويزداد فكيف تدين الآخرين انت من تدين عبد غيرك انه لله يثبت او يخسر عشان كده حبائي لازم نتأكد تماما إن الإنسان الصالح من كذ قلبه الصالح يخرج الصراح الصلاح اللي هو ايه الصلاح الكويس ومش نتحك مع بعض ونقول له ايش تبابوكي انا ايش تبابوكي ايه اعمل ايه لا ايه الدريب تعلموا ازاي لما كنا في بدلس الأحد زمان كان يقول لك ايه احفظ الآيات ايات من ألف لليه وتحفظ ألف انا ورع الصالح به باريك نفس الرب تيه تعالوا اليها جميع المتعبين تيه ثقار قد غنبت العالم جعلت الرب اعمال في كل حين ونبدأ نحفظ الآيات مين بيحفظ ولاده الآيات عشان يطلع إنسان صالح مين يحفظ الليه أولاده المعجزات وبياكل كده الزكا طلع فوق الشجرة وان المسيح له المجد قال له انزل يا زكا اليوم يكون في بيتك وراح المسيح بيته بارك البيت وخلى أسر الزكا تفرح وأسر الزكا تعيش مع ربنا في حياة مقدسة وقال لهم كنت واجهت بأحد رضي له أربعة أضعاف الإنسان الصالح الذي يتكلم عن معجزات الله في حياة يعني صار لي بس اتشفع بفلان اتشفع بقديسة فلانة ويعمل يبقى عن إنسان صالح لكن إنسان الشرير اشتمه يا ولد اضربه يا ولد اخبط اللي اضربك يضربه مين ألك اللي اضربك يضربه عين بعين وسن بسن وانت يهودي لانت مع المسيح لكن أقول لكم أحبوا أعدائكم باريكوا لعينكم أحسنوا لغضيكم صلوا لأجل الذين يسويون عليكم وهكذا يبقى الإنسان الصالح من كنز قلب من كنز فيه الكنزة عشان تملاقه الكنزة ده يعني كل يوم بتحط حاجة تقرأ صحاف الكتاب المقدس وحطه في الكنز حط إترايقية تسمع عيزة تحطها في الكنز وبعدين من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح أما الإنسان الشرير اللي عملت له النهار اللي مش عارف فلانة عملت وفلانة عمل والنت والفيسبوك والحاجات الجديدة اللي طلع اليومين دول أنا ما بقولش لا بقول لا استخدم خد بالك من نفسك خلي بالك من حروب الشياطين خلي بالك من الحروب اللي هي طلعة النهار ده عشان تاخد وقتك وتأكل وقتك ما تعرفش توصل لأبديتك الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير اكنز اكنزه لكم كنوزا حيث ليفسدها لا سود ولا صدق هنا يا حبائي لابد أن يقول لنا هذا الكنز الصالح عشان نخرج الصالحات أما الإنسان الشرير اللي يعود يناكد طول النهار اللي يعود يتكلم في سار الناس الأرضياء ويقعد يقول مش عارف إيه وأخبار إيه وأخبار إيه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه الله يعطينا نعم وبركة وبركة حياتكم الله المجد في كرسة الله والآمين